تعالوا نروح لزمنا فاروق صلاح نتعرف منه على كل الأجواء من مقرد إقامة الفريق في فندو لقامة ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى تفضل يا فاروق برحب بك كابتننا الكبير الكابتن أيمن شوئي برحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكاننا من هنا من الأسكندرية وبالتحديد مقر إقامة تفريق للنادي الأهلي وآخر استعدادات للنادي الأهلي لمواجهة تفريق الإسماعيلي في مبارات الجولة الثالثة لدور رابطة الأندية المصرية المحترفة واحدة من كلاسيكيات كرة القدم المصرية مواجهة الأهلي مع الإسماعيلي المباراة التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب وهتنطلق في تمام الساعة السابعة بإذن الله مباراة مهمة جدا ووحدة من المحطات الصعبة جدا دايما في مشوار النادي الأهلي في البطولات المحلية هي مواجهة تفريق الإسماعيلي يعني قدر أربك أكثر وقرب كل جمهارنا كابتن أيمن من الأحداث للنادي الأهلي واستعداداته لذي المباراة يعني عقب فوز الأهلي وصعوده إلى المباراة من نهاية بعد التغلب على فريق أمبي بسلسية نظيفة يعني مستر مارسل كولر استمر في التدريبات بلا راحة استمر الفريق في أداء تدريباته على مدار الأيام الماضية بالأمس كان التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي عمل على ملعب أبو اختار تيتشي طبعا اتطلق المران بمحاضرة فنية المستر كولر مع اللعبين اللي بيتكلم فيها على إيجابيات وسلبيات مباراة أمبي وأيضا النقاط الفنية اللي هيرتكز عليها في طريق لعب وأداءه أمام فريق الإسماعيلي اللي أشاد بيه في المحاضرة الفنية وأشاد بفوزه الأخيرة على فريق الاتحاد بسلسية مقابل الهدف حذر من يعني العدم الاستسهال بنتيجة اللقاء خاصة أنه تبقى آخر مباراة للنادي الأهلي قبل التوقف الدولي ومن ثم أيضا البطولة المعترق الإفريقي ومباراة السوبر الإفريقي اللي هينطلق النادي الأهلي في الافتتاحية أمام سنبا التنزاني بيه تنزانيا يوم 20 أكتوبر لذلك مستر كولر في كلامهم عن اللعبين طالبهم بضرورة الأداء الجيد لهذه المباراة ضرورة اقتناص الثلاث نقاط ثم انطلق المراني اللي اجتمل على بعض الجوانب البدنية والجوانب الخططية وبعض الأمور والتاكتك اللي بيرتكز عليه مستر كولر في هذه المباراة اللعبين التركيز الحماسي اللي موجود عند اللعبين بالأمس في أداءهم في التدريب مستر كولر بعض الأمور الفنية لزي ما يبأكد عليها مستر كولر على جانب تخصصه شوية اشتغل مع بعض اللعبين أشد في مرحلة الأخيرة طبعا بيه التزديد من خارج منطقة الجزاء ليه إلى النادي الأهلي وعنده العناصر المؤهلة في خط وسط النادي الأهلي لتحقيق الأفضلية خاصة فريق الإسماعيلي فريق واحد من الفرق الممكن يلعب ويقفل دفاع المنطقة على النادي الأهلي بالخروج بنقطة في هذه المباراة لذلك يعني مستر كولر كان بيرتكز على بعض العوامل اللوجومية اللي يقدر من خلالها يحقق الانتصار في هذه المباراة ثم عقب الانتهاء التدريب أعلم مستر كولر قائمة للفريق النادي الأهلي لهذه المباراة ثم طبعا استقال للفريق الحافلة والتوجه إلى مدينة الأسكندرية اللي مبيب بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة طبعا اليوم النهاردة بالنسبة للفريق النادي الأهلي كان انطلق في تمام الساعة 11 صباحا بوجبة الإفطار ثم فترة التدريبات اللي بيكون لمدة نصف ساعة في مقر إقامة فريق النادي الأهلي وجبة الغداء اللي كانت في تمام الساعة الثالثة والمحاضرة الفنية المستر كولر اللي كانت في تمام الساعة الخامسة إلا الرب اللي من خلالها طبعا زمان تعرف كابتن أيمن يعني بيعلم من خلالها التشكيل وآخر التعليمات اللي بيحددها لكل نعم في هذه المباراة على مدار اليوم كانت هناك جلسات يعني جلسات بين مستر كولر وهيرلد جامبريلي مدرب العام الكابتن سامي أمصان والكابتن خالب بيبو واجتماعاتنا بين اللعبين شوفنا سنوئيات يعني نشوف مودست وحديثه دايما يعني تقدر تقول في كل مكان مع الكابتن محمد الشناوي كابتن فريق النادي الأهلي اللي أين بدور كبير جدا أنه يقرب اللعيب اللي منضم حديثا للنادي الأهلي سواء ريدا سليم مودست وإمام عشور وأعتقد دور مهم جدا للكابتن محمد الشناوي عايز أقول لك طبعا يعني تطمنا برضو على بعض اللعيب المصابين أو اللعيب المستبعدين النهاردة كابتن أيمن كانت مجموعة اللعيب المستبعدة من هذه المباراة بتؤدي التدريب الصباحي في ملعب النادي الأهلي بملعب مختار التيتش طبعا في وجود كارلوس مطور الأداء ومكتشف المواد اللي بعد أداء التدريب المستبعدين التحق ونضم لنا منذ لحظات يعني هنا في معسكر فريق النادي الأهلي يعني خلص التدريب صباحا في القاهرة ثم استقلت السيارة وتوجه هنا إلى الأسكندرية أيضا لي الموجود مع فريق النادي الأهلي الأجواء اللي احنا لمسينا من اللعبين عايز أطمناك أيضا على حالة اللعيب المصابين اللي تقدر تقول يعني خلاص سريع يعني في الفترة القادمة كريم ندفة صلاح محشان هيكون موجود مع فريق النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة طمناك أيضا على محمود متولي وعمر السلية طبعا النهاردة بيعود للنادي الأهلي رضا سليم اللي واحد من الإضافات المهمة جدا موجود بطمناك أيضا على أمام عشور كانت بعض الاكتهادات قيلت أن فيه كابة ما معشور لكن خلينا أكد لك جهزيته لذي المباراة عايز أقربك من الجانب الآخر يا كابتن أيمن برضو لوقت حضرتك اسمح بخصوص نادي الإسماعيلي واستعداداته لهذه المباراة بعد فوزه الأخير على فريق الاتحاد السكنداري فريق الإسماعيلي عايز أقولك أن الكابتن إياب جلال كلم مع اللاعبين وأشاب بفوزهم على فريق الاتحاد فيه المباراة الأخيرة وطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي يعني تقدر تقول بنسبة 99% تشكيل نادي الإسماعيلي في هذه المباراة يكون محمد فوزي في حراسة المرمى قدامه اتنين مساكين محمد هاشم ومحمد النصر في اليمين حمد النجاز في الشمال إياد العثقالاني في منتصف الملعب عبد الرحمن مجدي عمر اللسعي محمد مخلوف ومحمد عبد السميع اتنين في مركز رقصية الحربة مروان حمدي وياور أنور طبعا لجمية الحكام كانت أعلنت عن طاقم تحكيم بقيادة الدولة محمود البنة لإدارة هذا اللقاء بيعونه أحمد حسام نطاة وسامير جمال والحاكم الرابع للسيد منير اتنين على تقنية الفار عمر الشناوي ومحمد نهاد مباراة مهمة جدا كل التوفيق لفريق نادي الأهلي في هذه المباراة من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمان شاو شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح فاروق كالعدم ما بيخليش حاجة يعني بياخد كل حاجة فاتكلم كلام كتير وطمن على الأجواء